السلام عليكم كنتمنى تكونوا على خير و بخير و انتم تشاهدوا هذا الفيديو اليوم سيكون مقشر للشفايف اللي يعطينا تجارة من اول استعمال المهم خليكم معايا تشوفوا مكونات لي في هذا المقشر و طريقة الاستعمال اول حاجة اخطيت مع القضية السكر البني الخشن و ازدت عليها مع القضية اللاسل و سيبقى نمزجهم مع بعضياتهم كيفما تعرفوا العسل يعني هو يعطي واحد النظارة للبشرة و في نفس الوقت يحيدك التصبغات اللي كيكونوا في البشرة يعني هو فغيمون واحد المكون اللي هو رائع و السكر معروف عليه يعني هو مقشر و هنا اخطيت مع القضية العصير الليمون و انتم ما كتعرفوا ان الليمون هو مبيض و في نفس الوقت يحيد اي شوائب كيكونوا في البشرة سيبقى نخلط المكونات مع بعضياتهم و سنزيد عليهم مع القضية الحليب و الحليبته هو يعني كيرطب البشرة و يبيضها في نفس الوقت المهم سيبقى نمزج المكونات مع بعضياتهم بالصراحة ما كتجيش يعني الخلطة تقيلة خذكم تخليوها شوية ميها باش كتجيكم سهلة انكم تطبقوها على الشفيف ديالكم هاد الوصفة هدي يمكنكم انكم تعملوها حتى على الوجه ديالكم حيث كتتحيد دكتة صبغات و اثار الحبوب اللي كيكونوا في البشرة و كتعطيها واحد النظارة لبشرة و كترجع بشرة مفتحة و ما فيهاش شوائب المهم سيبقى نخلط في الخلطة ديالي حتى يدوب لي هذا الاسل انا لماذا اخترت السكر البني لانه مكيدوبش مكيدوبش ضغياء ماشي بحل السكر الابيض ولكن لما كانش عندكم سكر البني يمكن لكم تعملو الابيض ولكن حتى تسمسجوا دكتة الخليط مزيان عاد تضيف له سكر في الاخر باش ميدوا بلكمش المهي ابقى مستمر في التحريك حتى يدبوا لي المكونات مع بعضياتهم صافي بعد ما خلط المكونات ديالي ودبوا لي كيف ما كتشوفوا السكر ماذا بش بقعة دكتة الحبيبة دياله ودبا غدين ناخد واحد شوية من الخليط وغدين نحطو على يدي وغدين بقى نعمل بحركات دائرية في حالة كده على البشرة يعني انتم ما غدتكونوا غدتعملوه في الفم ديالكم ولا تعملوه في الوجه ديالكم انا قلت لكم يعني كيقدر تستعملوه حتى في البشرة في الوجه ديالكم غديتبقوا تعملوه هكدا حركة دائرية غدتخليوه على البشرة ديالكم يعني ما غدتخسلوش غدتخليوه حتى يبس غدتحسوا ان الوجه ديالكم دا كيتلصق وغدت ديك الساعة غدتبقوا تعملوه بحركة دائرية بشوية يعني باش ما تجرحوش البشرة حد فيها السكر ومن بعد غدتخسلوه صراحة هاد الوصفة هذي الي تبعتوها كل نهار من الاحسن انكم تعملوها في الليل لان فيها مكوين الحامض وهو ممزينش البشرة وتخرجوه في الشمش تقدر تحرق لكم بشرة ديالكم المهم هاد الوصفة هذي من الاحسن تعملوها في الليل وإلا استمرتوا يعني مدة أسبوع انتم ما كتعملوها غدتلاحظوا الفرق غدتلاحظوا واحد الفرق كبير في شفية ديالكم ولا اذا عملتوها في الوجه ديالكم المهم كان هادا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى انكم تكونوا استفدته من كوش طولت عليكم ولأول مرة كيشاهد الفيديو ديالي ما تنساش تخليلي تعليق ديالك وتشترك في القناة وتضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلك الجديد دائما وكم بغين شكور الناس اللي ديما كيخليوا بليها لكم وضيغ مزيونين بغين موك تفرحوني وخليتكم على خير وبسلام عليكم